موسيقى أصعد الله صباحكم بكل خير مشاهداء الكرام على الهواء مباشرة في برنامج جلسة الأعمال ومستهل التدولات الأسبوعية بإذن الله وأسبوع جديد مليء بالأخبار الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد القطري ونبدأ بخمس جلسات ماضية للمؤشر العام نعرج فيها قليلا على أهم المتغيرات التي حصلت في البورصة القطرية حيث تراجعت بورصة قطر خلال الأسبوع الجاري بضغط أربع قطاعات ووجود تراجع التدولات بنسبة فاقة 27 في المئة انخفض المؤشر العام بنسبة وصلت إلى حوالي نصف في المئة لتغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 9861 نقطة فاقدا حوالي أربعين نقطة عن مستويات الأسبوع الماضي المنتهي في الرابع من أكتوبر هذه الأداء الأسبوعي إذن المؤشر اختتم جلسة التدولات عند يوم الخميس الماضي 9861 نقطة أحجام التدول وصلت إلى حوالي 20 مليون سهم وستمائة وواحد وتسعين ألف سهم مع قيم تدول اقتربت من حوالي 744 مليون ريال قطري عبر تنفيذ 12655 صفقة إذن كما ذكرنا مشاهداء الكرام بأن البورصة القطرية وسجلت القيمة السوقية للأسهم القطرية في نهاية تعاملات الأسبوع حوالي 551 مليار و700 مليون ريال مقابل 553 مليار و700 مليون ريال في الأسبوع السابق بنخفاض 14% لاحظنا أن الأسبوع أيضا شهد بدء الشركات المدرجة إعلان قوائم بياناتها المالية واستهل بنك قطر الوطني هذه النتائج ارتفعت أرباحه خلال الشهور التسعة الأولى إلى مستويات أو بنسبة 65 وستة أعشار في المئة وصلت إلى 10 مليارات و820 مليون ريال في مقابل 10 مليارات و250 مليون ريال بالنسبة عن الفترة المناظرة من العام الذي سبقه سنأتي بالتفصيل بإذن الله إلى الأداء الأغلاقات البورصة القطرية ونترقب معكم إن شاء الله افتتاحات البورصة خلال تسع دقائق من الآن قبل قليل أعلنت قطر للبترول أنها ستتولى إدارة وتشغيل حق النفط العد الشرقي القبة الشمالية فور انتهاء اتفاقية التطوير والمشاركة في الانتاج الموقعة مع شركة أكسدينت القطر للبترول المحدودة في السادس من أكتوبر من العام 2019 وكانت قطر للبترول وشركة أكسدينت القطر للبترول قد وقعت اتفاقية التطوير والمشاركة في الانتاج في العام 1994 لتطوير هذا الحقل البحري الذي اكتشف في العام 1960 والذي يقع في المياه القطرية على بعد 85 كيلو مترا شرق الدوحة وقال المهندس سعد بن شريد الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول بأن تولي قطر للبترول إدارة حق العد الشرقي القبة الشمالية يؤكد قدرتها الفنية العالية على الإدارة المثلة لتطوير وإنتاج حقول النفط والغاز ويحقق أعلى قيمة للدولة وستدعم هذه الخطوة برنامج نمونا الطموح الذي نعمل من خلاله لوضع مؤسستنا الوطنية على طريق الوفاء برؤيتها لتصبح أفضل شركة نفط وغاز وطنية في العالم وأضاف أيضا سيد سعد شريد الكعبي أن قطر للبترول ستعرض على جميع موظفي شركة أكسيدنت القطر للبترول الفرصة للانضمام إلى قطر للبترول وتتطلع إلى الترحيب بهم في عائلتها شكرهم أيضا سيد المهندس الكعبي شركة أكسيدنت القطر للبترول المحدودة وجميع موظفيها على جهودهم وإسهاماتهم المتميزة في إدارة وتشغيل حقل العد الشرقي القبة الشمالية خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية من أخبارنا أيضا مشاهداء الكرام أعلن مطار حمد الدولي أنه مرشح للفوز بجائزة أفضل مطار في العالم للعام 2019 في جوائز سكايتراكس العالمية للمطارات حيث ستحصل المطارات الفائزة على اللقب عبر تصويت المسافرين في أكبر استطلاعا سنويا عالميا لرضى العملاء أكد المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتقديم الضيافة الأصيلة وخيارات التسوق إضافة إلى مجموعة الأعمال الفنية العالمية جعلت مطار حمد الدولي أحد الرموز المتميزة لدولة قطر في العالم وفي مطلع العام الجاري تم تصنيف مطار حمد الدولي خامس أفضل مطار في العالم خلال جوائز سكايتراكس العالمية للمطارات 2018 والتي تعتبر معيارا عالميا لتميز المطارات حيث تم اختيار المطار نظرا لمرافقه المبتكرة وخدمة العملاء من فئة الخمس نجوم ومبنى المسافرين الحديث الذي يمكنه أن يستوعب أكثر من 30 مليون مسافر سنويا والذي وصف بأنه الأهم في العالم من الناحية الهندسية المعمرية ذلك فضلا عن فوزه بتصنيف الخمس نجوم ليكون بذلك المطار الوحيد الذي يحمل هذا التصنيف في الشرق الأوسط كما حاز المطار أيضا على لقب أفضل مطار في الشرق الأوسط لمدة أربع سنوات متتالية والأفضل خدمة للموظفين في الشرق الأوسط لمدة ثلاث سنوات متتالية من أخبارنا أيضا مشاهداء الكرام الصادرات غير النفطية لدولة قطر حققت نموا خلال شهر أغسطس من العام 2018 حيث بلغت قيمتها نحو مليارين ومائتين وأربعة وستين مليون ريال مقارنة بما قيمته مليار وسبعمائة وستة وتسعين مليون ريال خلال نفس الشهر من العام السابق أغسطس من العام 2017 وبنسبة زيادة بلغت نحو أكثر من ستة وعشرين في المئة سيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر قال بأن مواصلة الصادرات غير النفطية نموها وانتشارها الواسع عبر تزايد عدد الدول التي تتجه إليها تلك الصادرات من شهر إلى شهر تعكس كفاءة المنتج القطري الصناعي وتنوع هذا المنتج ومقدرته أيضا على المنافسة في الأسواق العالمية وأعرب عن أمله بأن يشمل هذا النمو قطاعات الإنتاج الأخرى التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لدولة قطر وذكر أيضا التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص بأن الصادرات المذكورة توجهت إلى 59 دولة خلال شهر أغسطس 2018 مقارنة ب60 دولة خلال شهر يوليو الماضي منها 11 دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و16 دولة أوروبية بما فيها تركيا و18 دولة أسيوية عدى الدول العربية وأحدى عشرة دولة إفريقية عدى الدول العربية ودولتان في أمريكا الشمالية ودولة واحدة من أمريكا الجنوبية وزارة الاقتصاد والتجارة أعلنت أيضا وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية عن تخفيض أسعار الشحن الجوي الخاصة بنقل بضائع الشركات المشاركة في السوق الموسمي الثاني للتخييم وذكرت الوزارة أن كافة الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الراغبة بالمشاركة في السوق الموسمي الثاني للتخييم تستطيع الاستفادة من هذا التخفيض وذلك في إطار دعم الشركات وتحفيزها على المشاركة في نسخة السوق للعام الحالي وفقا طبعا لما نقلته وكالة قناة وفادت أيضا الوزارة بأن أسعار الشحن ستتراوح ما بين ريالين وثمانية عشر درهم وتسعة ريالات وأربع دراهم قطري للكيلو الواحد حسب البيان والسوق القطري طبعا الذي يقام في الفترة من الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري وحتى الأول من ديسمبر 2018 يوفر جميع مستلزمات التخيم في مكان واحد بالإضافة إلى توفير المكان والخدمات العامة للشركات المشاركة بالمجان وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت نهاية شهر أغسطس الماضي عن بدء التسجيل للمشاركة في السوق الموسمي الثاني للتخيم طبعا مشاهد الكرام ردود فعل كبيرة ولحظناها خلال نهاية الأسبوع الماضي على إعلان دولة قطر إقامة منطقة حرة والبدء في أو افتتاح واحدة من هذه المناطق في الربع الأول من العام 2019 سعادة سيد أحمد بن محمد السيد كما نعلم وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة كان قد ذكر في إحدى الجلسات الأسبوع الماضي أن تأسيس الشركات القطرية والأجنبية في المناطق الحرة وأن مجلس الوزراء قام بإضافة بعض المناطق لقانون المناطق الحرة من بينها منطقة مشارب واعتبر أن هذه المنطقة ستكون مهمة للغاية نظرا لموقعها وأيضا تمتعها بالبنية التحتية المتقدمة مشيرا إلى أن قبيل نهاية شهر نوفمبر المقبل ستعلن وتنشر كافة التفاصيل والقوانين المتعلقة لمناطق الحرة رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق الحرة كشف أيضا عن أن الهيئة في مرحلة مفاوضات مبكرة مع بعض الشركات العالمية الكبرى من أجل التوصل إلى مشاريع مشتركة في تلك المناطق وأكد أن بعض تلك الشركات ستمارس أعمالها من قطر وقال في هذا الصدد أيضا أن الهيئة تسعى لجلب شركات التكنولوجيا بمختلف قطاعاتها وتواجدها في تلك المناطق وأوضح أن الهيئة في مفاوضات حالية من أجل التوصل لمشاريع بعينها بهذا القطاع وأن البنية التحتية لمنطقة أم الحول الحرة التي تقع بجوار ميناء حمد الدولي ستكون جاهزة خلال الربع الأول من العام 2019 لاستقبال المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لتكون نقطة انطلاق للمنطقة سنعود مشاهد الكرام إلى تفاصيل هذا الخبر وردود الفعل العربي والدولي عليه قبل ذلك نستعرض وإياكم بداية افتتاحات البورصة القطرية في هذه اللحظات إذن مؤشر بورصة قطر في مستويات 9865 نقطة الأحجام من المبكر الحديث عنها لكن سنعود إليها نشوف الشركات الأكثر من ناحية الارتفاع شركة السلام بنسبة تقترب من 2% عند 4.94 درهم شركة الخليج الدولية عند 20 ريال ما حوالي 1.5% شركة الإيجارة 8.80 درهم مع 1.5% والمجموعة الإسلامية القابضة 25.99 درهم بحوالي 1% أما الشركات الأكثر من ناحية الانخفاض الإسلامية للتأمين 51.5 درهم ناقلات ثانيا 17.30 درهم بنك الدوحة 21.15 درهم شوف الشركات النشطة حتى هذه اللحظة وتتصدرها بنك الدوحة 21.15 درهم والخليج الدولية ثانيا التجاري ثالثا وقطر للوقود رابعا سيكون لنا وقفا إن شاء الله مع ضيفنا بعد هذا التقرير حيث انطلقت الفعاليات الخاصة باستقبال طلبات التسجيل لاستئجار مخيمات في محمية الجنوب للمواطنين لدخول المحمية والإقامة فيها كمرحلة تجريبية لهذا العام من موسم التخيم لممارسة هواية المجناص والرحلات التي تعتبر جزءا من الهوية القطرية توفد كبير في أول أيام التسجيل لاستئجار مخيمات في محمية الجنوب فقل 500 طلب للحجز والإقامة وممارسة هواية الأباء والأجداد شروط وأحكام للحفاظ على المحمية تمليها إدارتها على المخيمين حفاظا على البيئة جاي أسجل عشان ندخل محمية الجنوب المحمية موفرة لنا جميع أنواع الصيد هناك الصيد الغزاء وصيد الطيور حبارة وهذه فأحب أن نمارس تراث أجدادنا ونمي هذه الهواية عندنا إشادات وتقدير لمحبي المجناص والرحلات بمبادرة تخصيص محمية طبيعية يمارس فيها هؤلاء هواياتهم المفضلة باعتبارها جزءا من الهوية القطرية الراسخة هذه الفعالية محمية الجنوب التي وفرتها الدولة لهواة الصيد والقناص والحمد لله بيض الله يجيهم على الفكرة الطيبة لنتظرها من زمان الأسعار بيض الله يجيهم أسعار مناسبة جدا لأننا كنسقاقري يعني يرأي الهواية يبيد فعالي عنده ودونه من أجل هذه الهواية فما بارك أحطون أسعار رمزية ومناسبة لجميع السقاقري إذن منتصف الشهر القادم هو موعد دخول هذه المساحات الطبيعية الشاسعة بمختلف تضاريسها ومرافقها التراثية حيث وفرة الصيد وتنوع طرائده بيئة آمنة متكاملة بكل مواردها يمارس فيها أهل قطر هواية الآباء والأجتاد أهلا بكم من جديد مشاهداء الكرام نعود إلى البورصة القطرية ينضم إلينا في هذه اللحظات السيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية أهلا بك أحمد موجة من الانخفاضات شملت جميع الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي ومنها البورصة القطرية ما هي الأسباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم بخلال الفترات السابقة شفنا بعض الضغطات على مستوى كثير من أسواق المال وحتى الاستثمارات يعني شفنا انخفاض بأسعار النفط خلال الأسبوع الفائت لمستويات الثمانين شفنا انخفاض كبير بأسعار الذهب أيضا لمدون مستويات ألف ومتين وأيضا ضغوط على أسواق المال كان هناك بعض التخوف خلينا نقول من بعض المستثمرين بالاستثمارات وبالتالي شفنا مع نهاية الأسبوع معظم الناس اتجهوا إلى الملاذات الآمنة إلى الذهب كاستثمار عادة يرتفع بيوم واحد يوم الخميس تقريبا حوالي 30 إلى 35 دولار بخلال جلسة واحدة أنا أعتقد أن ما يدور بالعالم من تغيرات ومن معطيات جيوسياسية ومن حرب خلينا نقول تجارية ممكن أنه تتطور ما بين أمريكا والصين ومن أيضا قرب موضوع تنفيذ الاتفاق النووي إلغاء الاتفاق النووي بين إيران وأمريكا وما متوقع حدوثه من تطورات خلال هذه الفترة أعتقد كل هذه المعطيات مع الظروف الجيوسياسية الموجودة أدت إلى خوف بعض المستثمرين وتوقعا لبعض التصعيدات بالفترات القادمة مما أدى إلى عملية ضغوط على معظم الاستثمارات واتجاه مع نهاية الأسبوع للمعدن الثمين الملاذ الآمن للاستثمار بشكل عام يعني في عندنا كان حتى إذا نشوف معدل الخوف الذي هو أيضا مؤشر الخوف بالأسواق الأمريكية والأسواق العالمية نشوفه ارتفع بشكل عام هناك عملية من الخوف خلينا نقول غير مبررة بشكل أساسي حتى الآن ولكن المعطيات الجيوسياسية وقرب العديد من الاستحقاقات قد يكون لها دور كبير إضافة إلى موضوع مهم جدا لهو كان هناك بعض التحذيرات من البنك الدولي خلال الأسبوع الفائت من أنه قد يكون هناك قرب لأزمة مالية عالمية جديدة وبالتالي كان هناك خوف لدى كثير من المطلعين ومن تابعوا هذه التقارير أيضا مما أدى إلى زيادة حالة الخوف نوعا ما خلال الأسبوع الفائت انطلاقا من النتائج المالية المعلنة لبن قطر الوطني والجيدة جاءت خلال الربع الثالث من هذا العام والتسع شهور الماضية كيف يمكن التنبؤ بناء على هذه البيانات إلى توقعاتك بالنسبة لأداء القطاع البنكي باقي الشركات التي ستعلن؟ لا شك أداء Q&B دائما عودنا على شيء مهم جدا وهو النمو المستدام يعني نحن إذا بنرجع لأخر 7 أو 8 سنين حتى ممكن أكتر لـ Q&B بنلاحظ أنه دائما عم بحق نمو جيد مقبول على مستوى ربعي وعلى مستوى سنوي استطاع Q&B المحافظة على نفس المستويات تقريبا 6% مهم جدا أنه النمو هو من أرباح تشغيلية ومن عمليات تشغيلية ارتفاع بالقروض وبالودائع وبالتالي عمليات ليس هناك من عمليات إعادة تقييم أو غيره بل هي عمليات أساسية وأرباح تشغيلية أيضا شيء مهم جدا أنه البنك حق أرباح خلال هذا الربع حوالي 3.7 مليار هي الأعلى تقريبا بالسنوات الأخيرة لهذا البنك أداء ممتاز جدا أعتقد أنه Q&B هو البوصلة التي يمكن على أساس تحديد أرباح القطاع البنكي القطاع البنكي خلال هذا الربع من المتوقع أنه يحقق نمو قوي جدا مع بداية Q&B حوالي 600 مليون نمو أعتقد أنه حتى هناك العديد من البنوك يعني بدون ذكر أسماء من البنوك التجارية ممكن يكون أيضا من المتوقع إلى تحقيق أرباح بسبب فروقات ما بين خسائر بسبب مخصصات سابقة غير موجودة حاليا أعتقد أنه قطاع البنكي سيكون الحصان الأسود بعملية نمو الأرباح لهذا العام سنأتي إلى أيضا ما تعرضت له الأسواق الخليجية وعلى رأسيها السوق السعودي خلال الأسبوع الماضي قبل ذلك مشاهدة الكرام بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من مليار وثلاثمائة وتسعة ملايين وثممائة ألف ريال وأظهرت بيانات النشر العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة في الوزارة تسجيل 349 صفقة عقارية خلال شهر سبتمبر بارتفاع بلغ 42% في قيمة التداولات مقارنة بقيمتها خلال شهر أغسطس فيما ارتفع معدل مجموعة المساحات المتداولة بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة وتصدرت بلديات الدوحة والريان والضعاين والتداولات بأكثر نشاط من حيث القيمة المالية تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال أحمد واضح بدأنا نشهد حركة انتعاش في التداولات العقارية دللت عليها الأرقام الصادرة من وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري هناك انتعاش في التداولات الشهرية والأسبوعية لا شك أولا في عنا كان خلال الفترة السابقة بعض الضغط على مستوى القطاع العقاري وبالتالي هي فرصة لاستثمار مع انخفاض الأسعار ومع بعض وجود بعض الضغوطات التي قد تكون موجودة بهذا القطاع خلال الفترات السابقة بنفس الوقت نحن كلما اقتربنا من 2022 وكلما اقتربنا من رؤية قطر 2030 هناك زيادة بالطلب متوقعة على مستوى الإيجارات وعلى مستوى العقارات بالسنوات القادمة في عنا 2022 في عنا النمو اللي عبت حق بدورة قطر في عنا المصانع التي من المتوقع أن تبدأ تشغيلها خلال هذه السنة والسنة القادمة التي تم ترسية المباني والعقود الخاصة بها خلال الفترات السابقة مشاريع مثل الريل وغيره مع انطلاقها كل هذه الأمور سوف تنعش مناطق جديدة وسوف تزيد من الطلب على القطاع العقاري وبالتالي أنا أعتقد أنه فترة الضغوطات التي شفنيها بالفترات السابقة على القطاع العقاري قد تكون قاربت على النهاية خاصة مع دخولنا بالعام الجديد ومثل ما حكينا قرب انتهاء مشاريع 2022 وقرب هذا الحدث المهم جدا الذي من المتوقع له أن يزيد من الطلب العقاري بدورة قطر بشكل كبير طيب مشاريع الكرام السوق أو المؤشر العام للسوق السعودي تاسي انخفض في نهاية تعاملاته الأسبوع الماضي بأعلى وطيرة في نحو ثلاث أعوام ليواصل نزيف النقاط للجلسة الثالثة على التوالي متأثرا بالتراجع الجماعي لقطاعته تاسي خسر أكثر من 300 نقطة من رصيده في جلسة الخميس ليصبح أجمالي النقاط التي فقدها في آخر ثلاث جلسات حوالي 408 نقاط هبطت به إلى مستويات 7530 نقطة وأدنى مستوى منذ السادس عشر من سبتمبر الماضي سجل سوق الأسهم السعودية تداول خسائر حادة واصل تراجعات كما ذكرنا كبيرة لقطاعاته وبالتحديد قطاعات البنوك الاتصالات والمواد الأساسية والتي تستحوذ على النسبة الأكبر من الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي للسوق التاسي وضغط على أداء المؤشر الرئيسي الأسهم القيادية في السوق في مقدمتها الراجحي ب15% طبعا هذا وزنه في المؤشر الأهلي وزنه في المؤشر حوالي 6% سام بحوالي 4% الاتصالات حوالي 3.5% سابق والذي يعادل وزنه حوالي 10% من المؤشر هذه الأسهم الخمسة تستحوذ على حوالي 38% من الوزن النسبي للمؤشر كان لتراجع هذه الأسهم أيضا أثر سلبي على الأداء العام للسوق وذلك لتسجيل أغلبها خسائر بوتيرة تاريخية وعلى مستوى المؤشر العام للسوق هبط بنسبة 3.5% فاقد 264 نقطة لمستوى 7570 نقطة هذا طبعا تأثيرات عديدة وأسباب عديدة لهذه الانخفاضات إلى أي مدى أثر موضوع الذي يشغل العالم هذه الأيام اختفاء مقتل الصحفي جمال خاشقجي على سمعة المملكة العربية السعودية وعلى الخوف من الاستثمار في هذه الأوقات لاحظ أن هناك مؤتمر استثماري ضخم سيتم بمشاركة عالمية صندوق النقد مؤسسة الدولية كلها كانت مدعوة واليوم بدأنا نلحظ انسحاب العديد من المؤسسات المشاركة وفي هذا المؤتمر هذا مثال بسيط جدا يعني على ردود الفعل على هكذا تصرف من المملكة العربية السعودية لا شك أنه بخلال هذه الفترة كان هناك عاملين أساسيين ضغطين على السوق السعودي أولا الهبوط اللي شفناه بالأسواق الناشئة والذي يعتبر السوق السعودي يعني أحد هذه الأسواق أو سوق قريب منه أيضا موضوع الظروف الجيوسياسية الموجودة بموضوع الصحفي جمال خاشقجي وغير من الأمور هذه المعطيات وعدم اتضاح الرؤية حتى الآن بشكل واضح وما زالت الكثير من الأمور غير واضحة رسميا بالمملكة وعدم اتضاح الرؤية بحد ذاته يعتبر غير مشجع للمستثمرين نحن عم نشوف بكل سنة تقريبا أحداث كبيرة عم بتمر في المملكة بداية من السنة الفائتة وموضوع رجال الأعمال وتوقيفهم لفترة معينة دون وجود اتهامات واضحة ثم خروجهم بعد فترة الآن موضوع جمال خاشقجي كل هذه المعطيات هي غير جاذبة لرؤوس الأموال وللمستثمرين سواء على مستوى أسهم أو على مستوى استثمارات عادية دائما المستثمر يبحث عن الهدوء عن الطمأنينة عن خلينا نقول وضوح الرؤية القادمة هذه التغيرات وهذه الأحداث لعب تحصل والتصعيد ببعض الأحيان من دول مثل أمريكا وترامب وغيرها وعدم وجود تصريحات واضحة ونهائية وإغلاق لهذه الأمور أعتقد مؤثرة بشكل كبير وكانت أكيد برأي أحد الأسباب التي ساهمت بشكل كبير بانخفاض الأسواق أو أسوق السعودي خلال جلسة يوم الخميس ومن المتوقع أنه يبقى تأثيرة لعدة أيام قادم في الأسواق العالمية أيضا مشاهداء الكرام لاحظنا ارتفاع في الأسهم الأمريكية خلال آخر تعاملات الأسبوع تتعافى جزئيا تعافت من الخسائر الحادة التي سجلتها في الجلستين الماضيتين على الصعيد الأسبوعي داو جونز سجل خسائر ناهزة 4% كما سجلنا ذاك خسائر لامست 4% فيما سجل السن بي 500 خسائر هذا الأسبوع بنسبة جاوزت الأربعة في المئة كذلك الأمر انخفاضات في الأسواق الأمريكية هي الأدنى وصلت في سبعة شهور صحيح بدنا نخلي الأسواق الأمريكية على جانب الأسواق الأمريكية ارتفعت إلى مستويات سعرية تاريخية منذ تقريبا سنة ونص أو سنتين وحتى الآن ارتفاعات متواصلة ما شفنا عمليات تصحيح حقيقية باستثناء في فترة من حوالي 5 أو 6 شهور شفنا بعض الانخفاض بجلسة واحدة حوالي ألف نقطة ومن ثم عودة للارتفاعات نحن الآن عند مستويات سعرية مرتفعة نوعا ما 25 إلى 26 ألف من الناحية الفنية من المتوقع حدوث بعض جاني الأرباح والتصحيح أقل له على مستوى السوق الأمريكي ليعود لمستويات قريبة من 24 ألف ممكن أو 24 ألف وخمسمية كبداية ومن ثم ممكن نشوف اتجاهات الأسواق أي انخفاض اليوم هو اللي عب يصير أنه مع الارتفاع على مستويات 25 ألف نقطة أصبحت مستويات الألف نقطة اللي هي أو 700 نقطة اللي بتشكل 2% أصبحت عدد كبير من النقاط يعني الـ 1% اليوم بالسوق الأمريكي 250 نقطة وبالتالي أي عملية ضغوطات عم نشوف عدد كبير من النقاط اللي عب يخسروا هذا السوق بكل الأحوال مثل ما حكينا أيضا هناك العديد من التخوفات من موضوع التجارة وموضوع الحرب التجارية الموجودة مع الصين ومع أوروبا ومع غيرها والكثير من المواضيع الأخرى ارتفاع أسعار النفط أيضا يؤثر نوعا ما على بعض الشركات الأمريكية كل هذه المعطيات والتغيرات لعب نشوفها والضغوطات على بعض الشركات التكنولوجية كل هذه المعطيات أعتقد لها تأثير ولكن يبقى السوق الأمريكي بحاجة إلى عملية جني أرباح وتصحيح لم نشهدها منذ فترة أنا بتصور أنه هذه العملية الآن مهمة جدا لخروج مضاربين وخروج مستثمرين ودخول رؤوس أموال جديدة تعليقك على إمكانية إعلام مطار حمد بأنه مرشح للفوز بجائزة أفضل مطار في العالم للعام 2019 في جوائز سكايتراكس العالمية للمطارات هذه المطارات الفائزة ستحصل على اللقب عبر تصويت المسافرين في أكبر استطلاع سنوي عالمي لرضى العملاء في السابق هو الخامس على مستوى 2018 توقعت إدارة المطار والمسؤولين بأنه سيكون إن شاء الله الأول خلال العام 2016 إن شاء الله يعني مطار حمد دائما كل سنة يحقق نمو كبير سواء على مستوى الخدمات المقدمة على مستوى سهولة ويسر نقل المسافرين فتح خدمات جديدة شفنا العديد من الماركات أو العلامات التجارية الجديدة التي فتحت أو أصبحت موجودة بضمن المنطقة الحرة بضمن تسهيل وخلينا نقول مساعدة المسافرين يعني لهو مرور الوقت بشكل سريع ويعني تلبية احتياجاتهم العديد من الخدمات الجديدة التي تم تقديمها إضافة لتطوير المطار أنا أعتقد أنه هو أحد المطارات المرجحة بقوة لهذا الموضوع ومن المتوقع إن شاء الله أنه يكون بضمن هذه المراكز الأولى نعود إلى موضوع شركة مناطق وأنت تعلم بأنه هناك ردود فعل قوية جدا في الصحافة العربية والعالمية على موضوع إعلان قطر بأنها ستبدأ بأول مناطقها الحرة إن شاء الله في الربع الأول من العام 2019 وذكرت بالخبر بأنه سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة قال بأن مجلس الوزراء قام بإضافة بعض المناطق لقانون المناطق الحرة من بينها منطقة مشارب معتبرا أن هذه المنطقة ستكون مهمة للغاية نظرا لموقعها وتمتعها بالمنية التحتية المتقدمة كشف أيضا عن أن الهيئة في مرحلة مفاوضات مبكرة مع بعض الشركات العالمية الكبرى من أجل التوصل إلى مشاريع مشتركة في تلك المناطق وأكد أن بعض تلك الشركات ستمارس أعمالها من قطر الخبر الأبرز هو أن البنية التحتية لمنطقة أم الحول الحرة التي اقتقع بجوار ميناء حمد الدولي ستكون جاهزة خلال الربع الأول من عام 2019 لاستقبال المستثمرين سواء محليين أو أجانب إلى أي مدى ممكن أن تنافس هذا هو الموضوع والأبرز كان للصحافة أن قطر تبدأ بإنشاء مناطق حرة للمنافسة الإقليمية والدولية لا شك يعني إذا بدنا نربط هذا الموضوع أولا نحن نعرف أن موضوع السوق الحرة هو موضوع مهم جدا وجاذب للمستثمرين خاصة بمنطقة الخليج العربي دولة قطر عندها الكثير من المعطيات الكثير من الصناعات الموجودة عندها ميناء حمد عندها خدمات لوجستية عندك النفط والغاز عندك الكثير من الصناعات التحويلية وصناعات التعدين التي من السهل القيام بها خلال هذه الفترة وبالتالي الانتقال بهذه الصناعات البترو كيموية من مرحلة إنتاج وتصدير صغير إلى مرحلة كبرى على مستوى العالم وعلى مستوى جذب مستثمرين ولاعبين عالميين نربط هذا الموضوع أيضا مع الأخبار الآن عن نمو صادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس وشهر سبتمبر الماضي حوالي 20% إلى 25% معظم هذا النمو جاء عن طريق صناعات تعدينية وغيره أيضا نمو الانتاج الصناعي القطري خلال الشهر الفائت 2.5% على رأس صناعات التعدين والنفط والغاز وبعض المنتجات التحويلية ومواضيع الكهرباء والماء هناك نمو بالانتاج الصناعي القطري المحلي هناك نمو بالصادرات هناك شركات استراتيجية جديدة مهمة جدا على مستوى دول مثل سلطنة عمان وتركيا وتونس وغيرها والأردن وهناك أيضا أسواق حرة من المتوقع وجودة مع خدمات لوجستية كاملة أعتقد أن هذا الموضوع سوف يذهب بالاقتصاد القطري إلى منطقة جديدة وقد يعطي بعد أكبر وبعد عالمي مهم جدا للمنتجات الموجودة خاصة منتجات الصناعات التحويلية والمنتجات البيتروكيموية وغيرها من الصناعات الأخرى التي قد يكون بقطر مواد خام أفضل من غيرها بالمنطقة متوفرة بدولة قطر بالنسبة لأسعار النفط والتقلبات التي شهدناها أحمد خلال الجلسة الأخيرة للأسبوع الماضي تقييمك لأسعار مستقبل الأسعار في ضوء ذات التحق يعني الانخفاضات التي شهدناها في أسعار السم وذات الأسباب التي تؤثر كما ذكرت الحرب التجارية وغيرها شفنا من الناحية الفنية بشكل عام عوضة لأختبارات مستوية 79 لـ 80 دولار وحتى مستوى 78 مع النفط لبريند مزيجي بريند يعني في حال الثبات فوق مستويات 80 ممكن نشوف اتجاه مرة أخرى لمستويات 85 إلى 88 اختبار مرة أخرى للقمة السابقة أعتقد أنه أي تطور قادم بموضوع الاتفاق النووي الإيراني سوف يذهب مثل ما حكينا بالنفط إلى مستويات القمة السابقة مستويات 88 هناك العديد من المعطيات التي تؤثر على أسعار النفط نبدأ أولا بموضوع الحرب التجارية وموضوع تباطئ أو تسارع الاقتصاد العالمي في عنا موضوع المخزونات الأمريكية وفي عنا قوة الدولار نفسه لأنه نحن نعرف أنه النفط هو مساعر بالدولار وبالتالي ارتفاع لقوة الدولار تعني انخفاض نوعا ما لقيمة النفط فيه والعكس صحيح أيضا في عنا موضوع الحرب التجارية وموضوع الاتفاق النووي الإيراني وهو موضوع مهم جدا خلال هذه الفترة أي تطورات خلال هذه الفترة جيوسياسية بمنطقة الخليج العربي أو الشرق الأوسط قد تؤدي إلى وصول النفط إلى مستويات سعرية مرتفعة جدا ممكن انفوق القمام السابقة إذا حصل أي توتر لا سمح الله جيوسياسي على مستوى المنطقة خلال الفترات القادمة نذكر مشاهدة الكلام بأداء المؤشر العام للبورصة القطرية في هذه اللحظات المستوى المسجل في هذه اللحظات 9896 نقطة أحجام التداول 200 ألف سهم قيمتها 4 مليون 357 ألف تداولات أيضا في بداية الأسبوع باعتبار جلسة أحد أحمد وغياب التداولات الأجنبية هذه أهوة مثل ما حكينا هناك بعض الهدوء بحركة المستثمر الأجنبي خلال هذه الفترة تطورات جيوسياسية مثل ما تفضلت عم بتمر في المنطقة وبالتالي أنا أعتقد أنه مع جلسة الغدوة عودة الإعلانات نحن شفنا إعلان لكيو أم بي مشجع جدا اليوم ما في أي إعلانات يعني من المتوقع هناك جلسة عمومية ممكن تتم أو لا للشركة الإسلامية للتأمين أعتقد أنه مع الإعلانات المتوقعة اليوم غد والأسبوع الحالي سوف نشهد عودة للسيولة مرة أخرى في ظل وجود خلينا نقول عدم وجود أي تطور جيوسياسي على مستوى المنطقة نذكر مشاهدة الكرام بأنه من قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان سيعلنوا عن نتائج أعمالهما إن شاء الله عن فترة الربع الثالث من هذا العام يوم غد الأثنين بإذن الله تعالى نشكرك جزيل الشكر أحمد عقل وحلل الأسواق المالية نلقاكم بخير غدا بإذن الله مشاهدة الكرام إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى